هنشوف مع بعض مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأسكار والحيل والمنظمات وكل حاجة محتاجاها لبيتك أو مطبخك هتلاقيها في قناتي وكل طرق الحصول على الأدوات دي سهلة جداً وبسيطة ولو أنت متواجدة في مصر فالموضوع سهل جداً تقدر تحملي أبليكيشن أمازون مصر وتجيبي كل المنتجات اللي أنت محتاجاها لبيتك ولو أنت بره مصر تقدر تطلبيها من على تطبيق أمازون أو تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق نون وفي نهاية الفيديو هقولك على كذا طريقة معتمدة تقدر تجيبي من خلالها كل الأدوات اللي أنت محتاجاها بكل سهولة ولو حابة تشوفي أدوات تانية كتير ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده بعد كده عندنا المصفل لتقدر تتحكمي في حجمها بحيث أنها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر إن انت تصفي عليها الخضار أو الفكهة أو الموعين وطبعا المصفل دي بتكون مصنوع من الفلاز المقاوم للصدى هنا عندنا منظمات للأطباق تقدر إن انت تنظمي بيها عدد كويس جدا من الأطباق وغير كده كمان تقدر إن انت تنظمي بيها مختلف لوازم المطبخ زي المعالي أو الشوك أو السكاكين وتقدر إن انت تنظميها على الرخامة أو فضلاب المطبخ بعد كده عندنا مجموعة من الكطع اللي تعتبر غطيان لمختلف العبوات اللي تبقى موودة عندك زي أزايز المية أو السوسات تقدر إن انت تسبسي عليها الغطيان دي وتستخدميها بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا الأداية المعيارية اللي تقدر إن انت تتعيري بيها كمية الدقيق أو التوابل أو مختلف البوكاليات اللي انت عاوزة تستخدميها بالجرامات بعد كده هنشوف مع بعض عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر إن انت تخسلي عليها مختلف الهدوم بطريقة سهلة وبسيطة جداً زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا عندنا الحامل المغناطيسي تقدر إن انت تثبتي من خلاله الموبايل وتثبتيه على اللاب توب أو على التابلت بتاعك زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا أو القطع اللي تقدر إن انت تقطع عليها الخضار أو الفكهة أو تقدر إن انت تقطع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف أنواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع العزلة للحرارة اللي تقدر إن انت ترفعي بها أي حاجة بتكون سخنة عندك أو تقدر تستخدميها تحت أي حلة سخنة أو صنية أو طبق سخن وشكلها بيكون جميل جداً وكمان بيكون في منها أحجام مختلفة بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة تلاتة في واحد المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة أو الخضار زي مثلاً تقدر إن انت تقطع البطيخ أو الشمام لكذا شكل زي ما ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وهنا معانا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر إن انت تدي فيه فيه ستبون السائل وبعد كده تقدر إن انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جداً ومش هتجرح إيديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبييجي معها حامل تقدر إن انت تنظميها عليه بعد كده هنا عندنا منظم بيجي مكون من ثلاث أدراك تقدر إن انت تستخدميه في المطبخ أو في الحمام وتنظمي فيه مختلف الأدوات أو أي حاجة انت عاوزة تنظميها فيه بعد كده هنا عندنا الأداة اللي بتساعدك على إزالة البزور من مختلف أنواع الخضار والفاكهة زي الزيتون كده لو انت حابة تخليلي الزيتون أو تفروميه تقدر إن انت تشيلي منه البزور دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبية أو الثنبوستة أو القطايف وتقدري من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدري تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدري إن انت تعملي من خلاله عيش الكرب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدك إن انت تعملي من خلالها كرات اللحمة بشكل متساوي استخدامها بيكون سهل جدا وبتسهل عليك إن انت تعملي كمية كبيرة من كرات اللحمة في وقت صغير جدا بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدري إن انت تنظمي فيها البناطيل أو التشيرتات أو مختلف أنواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك إن الدلاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدلاب هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للتوابل المنظم ده بياخد معاك نوعين من التوابل يعني ممكن تحط الملح والفلفل مع بعض وتستخدميه من خلال منظم واحد زي ما احنا شايفين كده مع بعض بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي تقدر إن انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر إن انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات أو الشوكولاتة أو الحلويات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة تقطيع تقدر إن انت تقطعي بيها مختلف أنواع الخضار والأداة دي بيجي معاها كذا قطعة من أشكال التقطيع المختلفة تقدر إن انت تبدليها بكل سهولة على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوز تقطعيها وتقدر إن انت تحضري من خلالها مختلف أنواع الثلاطات بكل سهولة وهنا عندنا منظم للبيض تقدر إن انت تتحكمي في عدد الأدراك بتاعته وتنظميه فوق بعض بالشكل ده وتقدر إن انت تنظميه في التلاجة أو برا التلاجة والمنظم ده الدرج الواحد بياخد معاك حوالي 15 بيضة وهنا هنشوف عندنا الجهاز اللي بيساعدنا إن احنا نشيل كل الوبر اللي بيبقى موجود عندنا على مختلف أنواع الهدوم وطبعا الجهاز ده أكتر وقت بتحتاجيه فيه في وقت الشتاء هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا جهاز لسلق البيضة على البخار وهو بيشيل معاك حوالي 14 بيضة طبعا تقدر إن انت تعملي به مختلف الأطعامة اللي انت بتفضلي تعمليها على البخار بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا قطعة من الخيش تقدر إن انت تعتبريها منظم للخضار وتثبتيها عندك على قدار المطبخ بكل سهولة وتنظمي بيها الخضار اللي عندك زي التوم أو البصل أو الجنزبيل أو الفلفل تقدر إن انت تنظمي بيها أي حاجة انت عاوزها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك حوالي 10 كيلو من الرز أو الدقيق والمنظم ده بييجي كده فيه جزء من فوق تقدر إن انت تحط فيه توم أو قرنفل بحيث إن الرز ده عندك ما يستوس وغير كده بييجي معاه أداء معيارية بتساعدك إن انت تعايري كمية الرز اللي انت محتاجاها وكمان تقدر من قلال الأداء المعيارية دي إن انت تستخدميها كمصفة برضو تخسليه وتصفي بيها كمية الرز اللي انت عايرتيها هنا هنشوف عندنا الطبق الجميل ده اللي بييجي معاه مصفة تقدر إن انت تستخدميه بكذا طريقة طبعا تقدر إن انت تستخدمي المصفةugene الخضار أو الفكهة أو المكرونة أو اللحوم والطبق تقدر إن انت تقدمي به مختلف الأكلات أو الخضار أو الفكهة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الطبق الدائري وطبعا الطبق ده تقدر إن انت تستخدميه في تنظيم الخضار أو الفكهة وهو بيكون مناسب جدا إن ان انت تستخدميه وقت الأكل وتنظم عليه الجرجير أو الخاص وتقدري كمان ان انت تنظمي فيه وتقطعي كل الخضار اللي انت بتحتاجيه وانت بتعملي الاكل يعني ها بيكون لي كزا طريقة في الاستخدام وهنا هنشوف مع بعض عندنا القطعة اللي بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او اي حاجة احنا عاوزينها في اي مكان عندنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها اتجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب داييتا كده اول طريقة لو انتι عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انتي عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انتي بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكو او تحللكو مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انتي عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات اسببكم في رعاية اللي